مجلس التنمية الاقتصادية مقارنة مع 3.7 خلال العام الماضي 2016 وقد أرجع المستشار الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلين أرجع النمو في القطاع غير النفطي إلى الأداء القوي في القطاع الخاص حيث برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع وقد بين الدكتور كوتيلين بأن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهدت ازدهارا ملحوظا في قطاعات الفنادق والمطاعم والخدمات المالية إضافة إلى خدمات النقل وقطاع الاتصالات أعتقد بأن الأخبار السارة تكمن في استمرار الاقتصاد الوطني في تسجيل أرقام إيجابية رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية ففي الوقت الذي تتواصل فيه مرحلة انخفاض أسعر النفط في المنطقة تقدم البحرين معشرات مشجعة على مرونة اقتصادها والتقدم الذي أحرزته في تنويع هذا الاقتصاد وتعتبر حصائيات النمو في الربع الأول مشجعة للغاية وتؤكد على تأثير كل من الإصلاحات الحكومية والاستثمارات غير المسبوقة التي تشهدها البحرين في مشاريع البنية التحتية في مواجهة التقلبات الاقتصادية ونحن في مجلس التنمية واثقون من أن المبادرات الأخيرة ستستمر في دعم النمو وتجعل من مملكة البحرين وجهة جذابة للشركات التي تبحث عن سبل للوصول إلى الفرص المتاحة في المنطقة والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العمنات الخليجية والعالمية نواصل نشرة الاقتصادية مشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لبداية تعاقداتي هذا الأسبوع ونلاحظ في الإغلاقات أن معظم البورصات أغلقت باللون الأحمر بستناء السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع نسبته 0.12% عدى مستوى 7.094 نقطة وتصدر الارتفاع مؤشر البنوك وصناعة المعدات ننتقل إلى الأسواق الخاسرة ومن بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع بنسبة 20% عدى مستوى 6.811 نقطة وذلك عائد مشاهدين لانخفاض أسهم قطاع العقارات في البورصة الكويتية سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق أيضا على انخفاض بمستوى قريب من 13 نقطة مئوية عند مستوى 4.595 نقطة وذلك بسبب تراجع مؤشر الطاقة وأيضا العقارات والأمر كذلك كان في سوق دبي المالي الذي تأثر بهذين القطاعين وأغلق بانخفاض بنسبة 4 نقطة مئوية عند مستوى 3.665 نقطة سوق مسقط للأوراق المالية أيضا أغلق على انخفاض وكان الخاسر الأكبر في تدولات هذا اليوم عند مستوى يقارب بنزول يقارب 17 نقطة مئوية عند مستوى 5.022 نقطة بسبب قلة نشاط قطاع المال وأيضا البنوك أما بنسبة إلى بورصتنا المحلية بورصة البحرين فكانت من البورصات الأقل خسارة في تدولات اليوم بنسبة 20% عند مستوى 1.319 نقطة وذلك عائل انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات المالية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وتسعمائة وستة وثلاثين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت ستمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار تم تنفيذها من خلال سبع وخمسين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تدول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 59% من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر